اخواننا الآن يرون أن أفضل الذكر يوم الجمعة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن المتأمل في النصوص المتعددة يجب أن أفضل الذكر لا إله إلا الله والباقيات الصالحات والصلاة على النبي لكن لا إله إلا الله ما هو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلىها قول لا إله إلا الله ما في شيء أعلى من هذه فأنتم هذه كلمة التوحيد هذه الكلمة التي من كانت آخر كلامه دخل الجنة وفي يوم عرفة يقول خير ما قلت أنا والنبينا من قبل لا إله إلا الله يا إخواني بارك الله فيكم ينبغي لنا أن نهتم بمثل هذا نعم طيب فيه سنة الكرونة نعم قراءة سورة الكهف نعم من قراءة كانت له نورا ما بين الجمعاتين الشيخ أبو يوسف ذكر شيء ما علقنا عليه هو المشي المشي يعني المشي يوم الجمعة أفضل منه الراكب ما هو الدليل ومشى ولم يركب ومشى ولم يركب حسنت ولمشى ولم يركب حتى أن بعض الناس البعيدين الآن اللي يجون في القراءة يضع سيارته شوي بعيد ويحب أن يمشي ما يأتي ويضع السيارة عند الباب لا يقول خليني أمشي يوم يوم الجمعة طيب التبكير يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى ها فكأنما قرب بدنا بدنا البدنا الناقة سمينا نعم ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقر ومن جاء في الساعة الرابعة ها دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة بيضة طيب متى تبدأ هذه الساعات بعض العلماء يقول تبدأ لعله الراجح من طلع الشمس تبدأ الساعات هذه من طلوع الشمس والإمام مالك رحمه الله يرى أنها تبدأ من بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مراحة والرواح يكون آخر النهار لكن حقيقة الذي تميل إليها النفس أنها تبدأ من بعد زوال الشمس ولذلك نشوف الآن في الحرامين ماذا قلت؟ لا تبدأ من بعد جسمه شروق الشمس لأن هذا هو مجال التبكير مجال التبكير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النهار إثنتها عشرة ساعة نهار الجمعة إثنتها عشرة ساعة هذا حديث صحيح فهذه الساعات تكون من ضمن هذه الحديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كذلك من ضمن السنن اللي في يوم الجمعة نعم أحيان مثلا رحت بعد الشروق وراحت في المسجد وريحت يشملني الحديث يعني نمت أنام وأنام وأقرأ قرآن وأكون في الذكر هل يشملني الحديث؟ إن شاء الله يشمل لكن لو أن شخصين أحدهما نام والثاني أشور الله هذا نعم أي هذه فعندنا يا أحبابي من السنن شيء متعلق بالقراءة في يوم الجمعة في فجر الجمعة من يذكره؟ نعم سجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الولى والركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر طيب والتلاوة في يوم الجمعة سورة الأعلى والغاشية؟ سورة الأعلى في الركعة الأولى سورة الغاشية في الركعة الثانية مثلا في الفجرة سنة هذه أحيانا بعض الأئمة يسترعب بها حتى يخلها أيهاد هو بعض الناس إضاء ما يقرأها لأن الناس ما يتحملون وبعض الناس يقرأها الأتوية ويضعها في الركعتين وبعض الناس يقرأها قراءة سريعة مخلة والواقع أن الأئمة عندنا جزاهم الله خير مثلا في هذا المسجد يقرؤونها ولهم يعني ما نحس بطول لا نحس بأن في المسألة طول أيضا في الحرمين أيضا أئمة الحرمين يقرؤونها غالبا ولا يشعر الناس بطول متى ما كانت القراءة جيدة وحسنة والتلاوة مرتلة تجد الناس يستأنسون مع القرآن يتذوقون القرآن ترجمة نانسي قنقر